تحضيراتنا غير مسبوقة من الجيش لميليشيات الحشد لدينا قدرات قتالية لدولة كاملة وبضع عجلات لا تخيفها وإننا إذ ندعم المصار السلمي نقول لأعداء سلام إن عدتم عدنا خلال عرض عسكري ضخم أثار الجدل حفتر يطالب إجراء الانتخابات وحل الميليشيات رئيس لجنة فضل اعتصام يؤكد الحاجة لدعم فني لفحص الجثامين والتحقيق في الجريمة السياسية فيديو يعود لسنتين وشهادات فاضحة خفافيش عدت باحتي مختبروها أهلا بكم في هاتين الساعتين سنخصص الساعة الثانية كاملة لرصد الملف الإيراني من عدد من الزوايا أما الساعة الأولى فستكون الملفات حاضرة معنا من العراق من السودان من ليبيا ونبدأ عراقيا فقد وصف وزير الدفاع العراقي جمعة عن ناد وصف اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بالخطأ معكدا أنه يوجد الآن بحوزة قيادة العمليات المشتركة ويخضع للتحقيق بمشاركة لجنة من أمن الحشد الشعبي احتواها سلمنا للمشتركة الشخص الذي تم القاء القبض عليه وشكلنا لجنة مشتركة من استخبارات الجيش والاستخبارات الداخلية ومن أمن الحشد وراح يحققون وياه وكمشي احنا كنا نرغب أنه من البداية كان مفروض نروح باتجاه مثلا ندز على أمن الحشد نقولهم يا بعدنا شخص عليها كذا جيبوه يعني عليها مذكرة قبل كان تكون أفضل بس بعد صارته يعني الخطأ صار وعالبارحة نتمنى أنه ما يتكرر لأنه بصراحة أقول لك بشبهة عيب يعني نعم احنا بيناتنا قوات مسلحة نتقاتل يعني الحشد الشعبي ضمن المنظومة العمنية نعم رواتبهم من الدولة قدراتهم من الدولة هس الدولة خصصت لهم مبلغ بالموازن ما حدث هذه الأيام في العراق بات بحسب مصادر مختلفة يهدد مستقبل كيان ميليشيات الحشد الشعبي التي تبدو محاصرة ومعزولة سياسيا وشعبيا بحسب مختلف التقارير المزيد مع الزميلة هدير الربيعي هنا معي في الستوديو هدير مساء الخير ربما أشياء لأول مرة تحدث بالنسبة للحشد الشعبي وتصرحات على مستوى وزارة الدفاع نعم فعلا مساء الخير مساء الخير محمود ما زالت هذه القضية على ما يبدو حول اعتقال القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي قاسم مصلح ما زالت مثار نقاش وجدل واهتمام بين الأوساط الشعبية والرسمية العراقية لأسباب تتعلق وفق مراقبين أولا الجرأة التي تميزت بها عملية اعتقال شخصية قيادية في الحشد الشعبي كان يعتقد سابقا أن هؤلاء الشخصيات فوق المساءلة وفوق الإجراءات القانونية على الأقل بين الأوساط التي تدعم الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران هناك أيضا سبب آخر لهذه العملية وربما تصريحات وزير الدفاع أنه للمرة الأولى يصرح فيها مسؤول عراقي بمستوى وزير الدفاع الفريق الركن جمع عناد ويقول بأن هناك مساندا قرارات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بمشروع ردع هذه الميليشيات الخارجة عن القانون طبعا وإجبارها على احترام الدولة والجيش والقانون وللمرة الأولى أيضا يتم المقارنة بين القوات المسلحة العراقية وميليشيات الحجد الشعبي عندما أكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة العراقية وعلى رأسها الجيش كانت ركيزة القتال ضد تنظيم داعش دون طبعا أن يغفل أو يتجاهل دور ميليشيات الحجد الشعبي التي شاركت في القتال أيضا ولكن واضعا حد بهذا التصريح للترويج بأن ميليشيات الحجد الشعبي هي التي حررت المحافظات في العراق من سيطرة تنظيم داعش وزير الدفاع وفي تحدي على ما يبدو للميليشيات مرة أخرى كشف أن قوة الدولة الآن أكبر من قوة النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي وأن سلاح القوات المسلحة العراقية يفوق آلاف المرات العجلات الأحادية التي تمتلكها الميليشيات مؤكدا أن سكوت الدولة ليس خوفا من الميليشيات ولكنه عبارة عن حرص وهنا يؤكد دور الكاظمي حرص على أن لا يتحول استفزاز الميليشيات للقوات المسلحة إلى صدام مسلح وبالتالي يؤدي إلى نزيف دم وهنا لا بد الإشارة أيضا بهذا الموضوع إلى فتوى المرجعية الدينية في النجف التي عادت بشكل غير مسبوق وعرضت خطبة الجمعة التي وجهت فيها الجهاد الكفائي عام 2014 والتي أكدت فيها كتذكير وتحذير بما يخص الأحداث الأخيرة قالت بأن هذه الفتوى هي لقتال داعش كانت وليس لأغراض لتحقيق أغراض سياسية أو أغراض أخرى فيها مصالح فئوية أو شخصية أو حتى مصالح طائفية وهددت بأنها في أي وقت إذ لم يلتزم الجميع بمجرد القتال لداعش أو مع الوطن هي ستقوم بإلغاء هذه الفتوى وهذا يعني وفق مراقبين حل هيئة الحجد الشعبي وحل الميليشيات أيضا وبالتالي هناك تهديد حقيقي لهذه الفصائل المسلحة التي توصف بأنها خارجة عن القانون محمود شكرك هدير شكرا جزيلا دلالات كثيرة فيما قاله وزير الدفاع أناقشها مع ضيفي من أعمان رعد هاشم الباحثة فيها شؤون السياسية والأمنية العراقية أهلا بيك هناك دلالات كثيرة مهمة أناقشها معك اليوم فكرة المقارنة أو عدم المقارنة يعني وزير الدفاع ينفي أن تكون هناك مقارنة بين ما تملكه دولة في وزارة الدفاع وحشد وبالتالي فكرة تبرير الصمت ليس ضعفا وإنما الصمت هو رغبة في عدم الاقتتال ما بين المجتمع وطوائفه وهنا السؤال الحقيقة على هذا التصريح إلى أي حد يمكن أن ينعكس على الحشد الشعبي كمؤسسة وكميليشيات أيضا تحية لك أستاذ محمود المتابعين الكرام يعني واضح هذا الكلام للسيد عناد يكشف عن حقيقة وحدة صف الجيش ووحدة كلمته والتزامه وهو الذي لم نجد يعني كقائد عسكري يعني ضمن معيته قد تحدثوا من قبل وخرجوا عن أمر وطاعة وزير الدفاع أو القائد العام أقصد من معيته في الجيش العراقي وحدة الكلمة أظهرت أنه يعني جلية في هذا الظهور للسيد جمعناد والذي نعرف عنه حقيقة علاقة جيدة مع الحشد غير متوترة ولكن يقابل ذلك جحود في التعامل وعدم انضباط يعني في الدول المعروفة ككل وزير وزارة سيادية لا أحد يتجاوز عليه على كلمته وإن كان حتى أبسط شخصية ومتواضع لكن نجد الآن أنفلتت عقال الميليشيات أيضا وأخذوا يعني يشتمون وينتقدون ويعني يضيفون إلى سجلهم في التجاوزات سجل آخر حقيقة مؤسف المقارنة تحدثت عن المقارنة يعني لا وجه للمقارنة ولكن الإرادة السياسية الآن مختلفة عناد لم يكن يتحدث بهذه الطريقة من قبل وهو لا يريد أن يتحدث بها لو لا أن وصل المجال وصل الأمر إلى حد يعني حقيقة محرج للحكومة محرج للدولة محرج للجيش محرج لقادة الجيش لذلك هو ليس في صدد استعراض عضلات بقدر ما يريد أن يوضح يهدئ الموقف يعني يعطي تحذيرا في جملة في تصريحاته هو وصف للقبض والاعتقال بالخطأ لقسم مصلح هنا يعني ما الذي وصلك من هذا التصريح يعني يعني في ظل التصريحات التي قالها ويقول أن القبض خطأ تحتاج إلى فهم شوي سيد محمود احنا عرفنا للفريق جمعة عناد رجل شعبي وحقيقة عروبي وعروبي أصيل وهو يتحدث بلهجة دارجة وكأنه يعني يجمع ما بين انضباطيته العسكرية والتزامة الدقيق حقيقة وما بين يعني لكنته وعشائريته يعني أحيانا الذي يجلس معه ويسمعه بكلامه يغضب منه يعني يقول عليه حد شيء ثقيل يعني كلامه ثجيل أو يقهر للمقابل أحيانا مو أقول ما يقدر الحالة بس هو إذا يقول يفترض أنا يعني 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 هكي فهمته حقيقة يفترض أنه يعني حتى لو كان الإجراء طبعا هذه معلومة أنا حكيت لك ياها البارحة أنه ما بين الأجهزة الأمنية أستاذ محمود ما بين الأجهزة الأمنية هم لم يعتادوا أنه فرقة أو قوة أبرغيف تأتي وتعتقل شخصا من غير أو منتسبا من غير جهاز لكي يقوموا بالتحقيق معه يعني هي هاي النقابية الزايدة من الحشد أنه ما تقبلت الموضوع بروح رياضية لكن هذا الأمر حقيقة معتاد يعني في القضايا الإلقاء القبض ما بين الأجهزة تعرف أجهزة أمنية كثيرة يعني متعددة هاي أتاحت فرصة لأن يعني حقيقة يخوضوا في هذا المجال الروتيني هي شغلة عابرة يعني بس هم ضخموها جماعة الحشد شغلة عابرة يعني يلقاء قبض ومن تم التحقيق إحالة كذا فهو يتحدث عنها بافتراض أنه خطأ لماذا أنتم تقومون بمعالجة الخطأ بالخطأ هذا انتقاد دقيق وهو يتحدث بفصاحة كأنه ما أقول جالس بالديوان وإنما يجلس مع بين توضيح مهم فهمين يعني يعرفون الرسالة في نقطة أخرى مهمة جدا قد تؤثر متغيرا مهما في الحشد بشكل كامل وهي المرجعية التي على أساسها تأسس وتكون الحشد الشعبي وبالتالي المرجعية تقول أن الفتوى إذا استغلت سياسيا في غير مكانها يمكن أن تصحب مرة أخرى ثانيا السبب الذي من أجله تأسس الحشد انتفى وهو داعش فهل يمكن أن يحدث تراجع تتبعي بمعنى يبدأ من المرجعية تقول ليس هناك لزوم لأن يتواجد الحشد يتبعه قرار سياسي بتفكيكه ودمجه كاملا يعني ممكن المرجعية جاوبنا عليه حقيقة ولكن الإشارة التي تحدثت عنها الزميلة هدير أنه الموقع المرجعية أو العتبات يعني هكذا قرأتها أنا وفرقة العباس يعني هي شي شي حينما تعيد هذا التسجيل مؤكدة أن المرجعية حينما أعطت الفتوى كان بقصد جهاد مقاتلة داعش ومن هذا القبيل عدم تسخيرها للأغراض السياسية والدعائية وتوظيفها وكذا هذه الأمور هذه فقط للتذكير حقيقة أنا بتقديري أن المجتمع الآن المجتمع العراقي ينتظر تجديد لما ذهبت إليه المرجعية في رسالتها تلك ليس فقط إعادة فيديوهات وتذكير لا موقف جديد موقف جديد في أقل تقدير يبعد شبح إيران عن هذه المهاترات التي تحصل لكي تضمن عملية إعادة صياغة جديدة شكرا جزيلا لك في خرق للبروتوكول الطبي في لبنان أدرجت وزارة الصحة دواء سرطان إيراني على لائحتها دون أن تخضعه للتحليل اللازمة في المختبرات التي يتعامل معها لبنان عادة وفيما رفضت المستشفيات وصف هذا الدواء لمرضاها توزعه وزارة الصحة التي يتولها وزير حزب الله حمد حسن إذا كانت الضائقة الاقتصادية مصحوبة بجشع التجار قد أدت إلى انقطاع معظم الأدوية في لبنان فإن معاناة مرضى السرطان باتت مضاعفة وزارة الصحة التي يترأسها محسوبون على حزب الله منذ أكثر من عامين متهمة بفرض دواء إيراني على هؤلاء المرضى الذين لا يمكنهم تأمين الأدوية من مالهم الخاص إلى مستشفى بيروت الحكومي في الكارنتينا توجهنا التصوير ممنوع هنا وثقنا دخولنا سراً بعد شكاوى من مرضى السرطان بأن الدواء الوحيد الذي تقدمه الوزارة هو دواء إيراني من فئة البدائل الحيوية التي لم تخضع للتجارب اللازمة لنومة هو الدواء الإيراني الذي يؤكد أطباء أن وزارة الصحة أدرجته على لائحة أدويتها دون إخضاعه للاختبارات اللازمة لذلك خضع أطباء القمصان البيض معركة طويلة لإبطال قرار الوزارة والتحذير من مخاطر هذا الدواء لفتلي نظري أنه تقدموا على التسجيل واللجنة الفنية بوزارة الصحة ما سجلتهم هذو الوزارة الصحة بسموهم معلق معلق بانتظار ملفات إضافية شفت أنه علقوهم يعني الفايل ناقص مش كامل أنا قلت أنه خلاص أنه عم يعملوا شغلون ما في شهر شهرين أقل ممكن من شهرين تطلع مؤررات من خارج اللجنة الفنية أرار من وزير الصحة عم يطلب من اللجنة الفنية تسرع بتسجيل الملفات الإيرانية بالإسم الإدوية بالإسم هذي عقيم جبا ترك جبا وإجا محلو الوزير حمد بعد كم شهر لأينا هون تسجلوا وتسعروا وصاروا على لاحة أسعر وزارة الصحة بدوره رفض دكتور فادي حداد وصف هذا الدواء لمرضاه بعد أن عرض عليهم من قبل وزارة الصحة شأنه شأن عشرات المستشفيات في لبنان التي حذر أطباؤها من خطورة هذه الخطوة إذا اليوم نحن نجي ما من لب كل الحاجات النفسية يلي براس المريض يلي هي ضرورية نفسر له أهمية المرض هذي دور الطبيب نفسر له الكواليتي تبع الدواء يلي عم بياخده هون دور وزارة الصحة وهون دور وزير الصحة إنه لازم يفسروا للمريض إنه هذي الإدوية كانت جينيريك أو كانت بايو سيميلرز والبايو سيميلرز هن إدوية أصعب من الجينيريك لحتى نسبة إنه هن ما عندهم عوارج جينبية وإن هن فعالين لازم ينعمل دراسات على الإنسان إذا عرف المريض إنه نحن عم نطلب منه يستعمل بايو سيميلرز مش معمولة عليه ترايلز نحن فينا نكون أكدين إنه فيتين ع كارثة صحية بهيدا المجال إذا كان في مشكلة والجسم عمل إمينوجينيسيتي عليه طلع مضادات ضده أول شي بطل فعال وتاني شي بطل فيه استعمل الموليكولة الأصلية لأنه صار فيه أنتيباديس ضد هيدا الدواء يعني خسرنا مع هيدا الدواء وخسرنا مع الدواء الأصلي يعني انفوتنا المريض بالحيط حمل أطباء القمصان البيض قضيتهم إلى أروقة القضاء الذي لم ينصرهم في المرة الأولى لكنهم لم يستسلموا في 12 مستند طب وتقاني بيثبت أقوالنا كلها عم بيثبت المخالفات الإدارية تبع الوزراء وبيثبت كمان الضرر اللي ممكن تسببوا هيدا الأدوية الخطيرة نرفض الملف بأربع ساعات أكيد مش لضعف بالملف ممكن يكون الملف ضعيف بس حيالة شغلة نحن عم نجي نقول لمدة عام التمييز أنه فيه دواء ممكن يؤدي لوافاة الناس ممكن يؤدي لوافاة كل شخص عم يستعمله ينرفض خلال أربع ساعات ما يتوسع بالتحقيق هو أمر كتير مستغرب يعني تمانا ونغير شي يحشى المرضى الخوضة علنية في شرح معاناتهم مع وزارة الصحة المقتدر منهم يفضل دفع الملايين على المخاطرة بحياته بتناول دواء فرضته الوزارة علما أن سعر الدواء الإيراني لا يختلف كثيرا عن الدواء الأصلي وقتا سار ديو أنه يطلع للعلبي كنت مقدم الطلب إجه الأوكي من الوزارة أنه فيك رحنا على الكارانتينة ما عندهم نستاك الألترنتف كان دواء صنع بإيران بس هالدواء هيدا رجعت فيه الحكيم لأنه تعفي واحد بس يعمل هالتريتمنت وهالعذاب كله بده يتأكد أنه الأدوية فعالة هالدواء طلع مش مصدق محبة خاطر كمان بصحتي ولا بدي أخذ أي ريس يؤكد المعنيون أن وزارة الصحة أدرجت على صفحتها 25 دواء إيرانيا لم تكتمل ملفاتها دخلنا إلى صيدليات متعددة في لبنان لكننا لم نجد هذه الأدوية توجهنا إلى بعلبك لملقات أحد التجار بعد أن وصلنا به أحد الصيادلة التاجر أخبرنا بأن الحصول على أدوية سواء كانت إيرانية أو سورية هو أمر ممكن في لبنان لكن الحصول على الدواء السوري يكون بطريقة أسرع أما الحصول على الدواء الإيراني فيحتاج إلى وقت أطول خاصة وأن هذه الأدوية تدخل إلى لبنان عن طريق التهريب يؤكد أهالي المنطقة هنا أن عدداً كبيراً منهم يحصل على أدوية إيرانية والسورية من المراكز الصحية التابعة لحزب الله ولأن لكل قاعدة شواذها في لبنان عدنا بأدوية من التاجر الذي زرنا حصلت على نوعين من الأدوية الأول مسكن وهو سوري والثاني دواء التهابات من المفترض أنه صنع في إيطاليا ولكن الحقيقة أن هذا الدواء زور في سوريا وهرب عبر الحدود الغير شرعية إلى لبنان تشرع الحدود غير الشرعية باب الأسئلة على مسرعيه بين أدوية ترخصها وزارة الصحة دون اكتمال ملفاتها وأدوية مزورة لا نعلم إذا كانت بالفعل قد غزت الأسواق في قرى لبنان النائية غنوية تيم الحدث بيروت أقام الجيش الوطني الليبي عرضاً عسكرياً في الذكرى السابعة لاستعادة مدينة بنغازي أو ما يعرف بمعركة الكرامة العرض الذي أثار جدلاً كبيراً وحفيظة ميليشيات الغرب غاب عنه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي والحكومة عبد الحميد الدبيبة حيث اختار التواجد خارج البلاد يوم العرض فيما ذكرت وسائل إعلام بسقوط مقاتلة ميغ 21 خلال العرض ومقتل قائدها وفي أكلمة خلال العرض قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قال إن الأصابع على الزناد وأن الجيش الليبي لن يتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة إذا تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها لكن رسالتنا التي لا تقبل التحريف وسوء الفهم يعبر عنها هذا الاستعراض بأن أصابعنا على الزناد وأننا لن نتردد في خوض المعارك من جديد وأننا لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها حفتر شدد على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الجماعات المسلحة المنتشرة في العاصمة طرابلس ونزع سلاحها وعجراء الانتخابات الرئيسية والبرلمية من الشعب مباشرة لنعطي براحة واسعة للحل السلمي العادل الذي يشترد خروج القوات الأجنبية الغازية والمرتزقة المأجورين وحل الجماعات المسلحة المنتشرة في العاصمة ونزع سلاحها والتوزيع العادل للثروة وتشكيل سلطة تنفيذية عليا تدير شؤون البلاد بصفة مؤقتة وتختص فقط بمعالجة أزمات المواطن الاقتصادية الخانقة والعمل الجاد دون مماطلة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من الشعب مباشرة ذكرت مصادر ليبية للحدث أن رئيس البرلمان عقيل صالح أكد للمبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوبيتش أن العرض العسكري الذي قام به اليوم الجيش الليبي هو عرض لمؤسسة عسكرية نظامية ويعتبر ميلاد مؤسسة عسكرية لكل الليبيين وعكد صالح تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي مشددا على أهمية أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب مباشرة معنا من بنغازي سعادة اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العربية الليبيا سعادة اللواء أهلا بك في البداية هناك تساؤلات كثيرة الحقيقة على مواقع التواصل الاتماعي وصحفيين وغيرهم يسألوا عن غياب السيد محمد المنيفي والسيد عبد الحميد بيبة عن هذا العرض العسكري نعم طبعا هذا السؤال يفترض أن يوجه إلى صيادة الدكتور محمد المنيفي أو غيره ولكن كما يعرف الجميع أن دائما هناك في كل عام احتفال بالذكرى التورة الكرامة يتم خلالها استعراض عسكري وهذه ليست بجديد فقط ما اختلف هذا العام هو تنمي هذه القوة في كل الصنوف والأسلحة البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي والقوات الخاصة وشهدنا جزء من أكثر من عشرين ألف مقاتل ظهروا اليوم في جزء من القوات المسلحة التي يتم أعدادها التي تكون قوة ضاربة تستطيع أن تفي بما تحتاجه البلد في خلال كل المراحل أنتم عارفين أن نحن تعاملنا مع ما يحدث في ليبيا وهذه المشكلة بداية من الرهاب عندما واجهناه بالسلاح ثم كانت هناك فرصة للتحاول السياسي ولكن خل بها الوفاق للأسف وكان لابد من الاتجاه إلى القضاء على سبب المشكل وهو التيار ما يعرف بالأخوان المسلمين تنظيم الأخوان الذي حبك وعقد المشكل في ليبيا من خلال المجموعات المسلحة التي خلقها وإصابات التهريب وإصابات سرقة المال العام وما يعرف بدوع عشر المال العام الذين يهربون الأموال وغير ذلك من هذه الأمور التي أصبحت الآن معروفة لدى الشارع نناضل طبعا ونزلنا من أجل أن تتم التسوية وفق ما يريده الليبيين وهو الوصول إلى الانتخابات كما تحدث القائد العام هو رسائل متداخلة سعادة الواء موجزة على توابط دائمة نعم في رسائل كثيرة جدا البعض يعني يحتار في تفسيرها ويتساءل لمن كان هذه الرسائل يقول القائد العام أن الأصابع على الزناد وأن الجيش الليبي لن يتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة لمن هذه الرسائل ويعني البعض صرها تفسيرات أخرى يعني هذه الرسائل هي ضمن التوابط هذه الرسائل موجهة لمن تعنيه يعني نحن لن نرضى بوجود محتل لن نرضى بوجود مرتزقة واستمرار بخائهم نحن اتجهنا الآن بعد الدهاب إلى طرابلس وما نتج عنه من رحيل حكومة الوفاق التي تآمرت والتي كانت طيعة في يد المجموعات المسلحة أصبح الآن المسار السياسي أيضا فرصة مهمة جدا إذا لم نتمكن من ذلك وإذا ما أصر الاحتلال أن يتواجد إذا أصر بخار مرتزقة هذه هي ضد إرادة الليبيين يعني أخوات المسلحة تعني أو تؤكد أو تنفذ إرادة الليبيين الليبيين لا يريدون وجود الاحتلال والقواعد ولا يريدون وجود المرتزقة وما يفرض عليهم ذلك هو المشموعات المسلحة وتنظيم الرخوان الذي يقود هؤلاء ولا يوجد أحد يرضى بمثل هذه الأمور ولكن بالتأكيد كل من يعرف أنه معني بالتأكيد أيضا في هذه الرسالة هو وجود النظر الثاقبة وهي أننا مع الاستقرار وتأمين البلد وفق إرادة الليبيين الانتخاب المباشر للرئيس والنواب هذه مسألة للرئيس بالدات طبعا هذه مسألة فسرها تنظيم الأخوان في تصريحاته أن الشعب لم يصل إلى مرحلة النضج وأن هذه مسألة ربما خطر عاطفيا وما إلى ذلك من الأشياء المضحكة المبكية التي يستمع عليها المواطن الليبي ويستغرب هذه التصريحات يعني هناك وصاية على الليبيين من هذا التنظيم حتى في كيفية من سيختارون وكانها الليبيين لا يعرفون في هذه النقطة تحديدا وهو انتخابات رئاسية وبرلمانية من الشعب أنت عارف أنها محل اختلاف تعليقات اليوم يقول السيد خليفة حفتر يعني يقدم آلية انتخاب الرئيس رغم أنها محل نقاش من الجميع البعض يقول ممكن أن ينتخب الرئيس من انتخابات برلمانية من النواب دون أن تكون هناك انتخابات رئاسية كون السيد خليفة حفتر قال هذا الكلام اليوم البعض يقول هو استباق لنقطة محل نقاش ما زالت محل نقاش يعني لا هو أنت عارف أن مسألة وجود مجموعة يمكن شراء الدمى من خلالها وهذا ما يسعى إليه تنظيم الأخوان الأخوان لا يستطيعون شراء كل الشعب لكن يستطيعون شراء مجموعات مسلحة بخلال فكرة الأصوات والمغالبة وهذه خبرناها وتابعناها ولا أعتقد أن العودة بهذه المحديث فيما سبق كانت واضحة يعني لم أحدت الذين أتوا في فترات سابقة طبعا هناك ملاحظات المواطن يشعر أنه مغيب يشعر أنه لم يتواجد في هذا ومن الذي لديه الحق في الانتخاب ومن الذي لديه الحق في الإدلاب صوته الذي يحقق إرادته بالتأكيد هو الشعب أما وجود مجموعة معينة ربما التجربة السابقة للليبيين والتجارب السابقة أشياء كانت للأسف محبطة بالنسبة لهم طيب بالنسبة لتصريح السيد عقيلة صالح استطاع من خلالها تنظيم الإخوان نعم بالنسبة لتصريح السيد عقيلة صالح وهي تقول نحن أمام ميلاد مؤسسة عسكرية لكل الليبيين يعني أنت تتحدث عن عرض عسكري يتم كل عام في نفس التوقيت لكن عرض هذا العام له خصوصية هذا التصريح يتطابق تماما مع ما يقوله السيد خليفة حفتر بأنه نحن أمام جيش لكل الليبيين ومؤسسة عسكرية لكل الليبيين والسيد عقيلة صالح يقول للمبعوث الأممي يانكوبيتش هو ميلاد مؤسسة عسكرية لكل الليبيين كلمة ميلاد نفهمها إزاي يعني والسنة اللي فاتت ما كانتش ميلاد مثلا لا هي مرحلة بناء أنتوا عارفين أن القوات المسلحة بدأت بأفراد يعني بعدات بسيطة بمئات والتحق بها عدد من النظاميين والتحق بها كثير من الشباب الآن تم عدد تنظيمهم وكل عام تكون هناك طبعا تطورات أكبر في البناء وفي القدرة وفي التجهيز وفي الضبط والربط وفي كل هذه الأمور التي تؤسس لمؤسسة عسكرية متكاملة قادرة على أداء مهامها مسألة ميلادها ربما أنا شخصيا عندما نتحدث من خلال ما ذكرته أؤكد أن القوة القادرة هي هذه الفكرة الأساسية في التصريح لأن عندما تكبر القوة وتصبح بالتأكيد مبعث فخر أو مبعث اعتزاز أو شعور بأنها فعلا تستطيع أن تكون في مستوى التحديات فهذه مسألة مهمة جدا أنتم تدركون أننا أمام أعداد هائلة من المرتزقة أمام تدخل خارجي للأسف وحتى احتلال وإذا لم تكن هناك القوة قادرة يبدأ هناك إشكال لكن بالتأكيد سيد المستشار هو رئيس المجلس النواب ويعرف كيف انبتقت هذه القوات وكيف أخذت شرعيتها وكيف بدأت العمل بها والآن في مرحلة بناء البلد من خلال حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمستجدات نحن نهيئ المناخ لأن يتحقق ما يريدها الليبيين من خلال التعامل مع مفردات ومخرجات خمسة زياد خمسة والتي تحدث عنها القائد العام وهي أساس عملية الحل العسكري ويندرج فيها أهم النقاط يعني رجلاء المرتزقة القوات الأجنبية أيضا تفكيك المجموعات المسلحة ودمجها وفق ما تم تقسيمه من خلال الأنواع التي تحدثتنا عنها لا يمكن دمج إرهابيين لا يمكن دمج من يتعاملون مع الإرهاب لا يمكن دمج المجرمين ولكن هناك من ينطبق عليه هذه المواصفات وهذه مسائل فنية أعتقد خمسة زياد خمسة تصدلها بشكل جيد شكرا جزيلا سعادة اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العربية الليبية سعادة اللواء شكرا جزيلا لك سودانيا قال رئيس لجنة تحقيق أحداث فضل اعتصام عام 2019 في الخرطوم نبيل أديب قال إنه جرى التحقيق في القضية مع النائب العام ورئيس القضاء السابقين وأكد رئيس اللجنة أن التحقيق جاري فيما وصفها بالجريمة السياسية معتبرا أن من ارتكبها فعلها لأغراض سياسية مضيفا أن التحقيق في فضل اعتصام تم بالاستماع لثلاثة ألاف شاهد وتحليل محتوى ثلاثمائة فيديو في المرحلة الأولى للتحقيق غير أن رئيس لجنة التحقيق أشار إلى أن هناك جهات رفضت تزويدهم بفيديوهات صورة ليلة فضل اعتصام نحن نحقق في جريمة سياسية بمعنى أن من ارتكب هذه الجريمة ارتكبها لأغراض سياسية ومن اعتدي عليه لأغراض سياسية ما نسعى إليه في معونات الفنية هو هو الفيديو الذي أريد أن نودي المحكمة نودي بتقرير يوري المحكمة أن هذا الفيديو حقيقي يعني صور في المكان الفلاني في الموقع الفلاني في التاريخ الفلاني وأنه لم يتم العبس بمحتوياته في ناس عندهم هذا القبر وعندهم شهادات بتأهلهم يقولوا الكلام إذن نحن أمام معلومات مهمة جدا الحقيقة حول موضوع كبير يهتم به كل السودانيين وهو اعتصام القيادة العامة متى بدأ وكيف انتهى نذكركم الحقيقة في ديسمبر عام 2018 توجهت الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بقيادة تجمع المهنيين السودانيين وحلفائه قوى الحرية والتغيير شهدت البلاد موجة عارمة من الاحتجاجات والمواكب الاحتجاجية المستمرة التي يدعو إليها تجمع المهنيين حتى شهر إبريل من العام 2019 ففي مطلع إبريل دعا التجمع إلى موكب احتجاجي نحو القيادة العامة للجيش في السادس من إبريل وصل الموكب الاحتجاجي إلى القيادة العامة للجيش وسرعان ما تحول من مظاهرة قرب القيادة العامة إلى اعتصام مستمر وهو ما سمي باعتصام القيادة العامة الذي استمر حتى إعلان الجيش في الحادي عشر من إبريل 2019 لعزل البشير تلبية لمطالب المحتجين لتبدأ مرحلة جديدة في عمر الثورة السودانية لكن ذلك الاعتصام لم ينفض وظل يطالب بتسليم المجلس العسكري السلطة لحكومة مدنية لتبدأ مرحلة جديدة للثورة ببدء التفاوض بين المجلس العسكري حينها وقوى الحرية والتغيير بما فيها تجمع المهنيين لكن تلك المفاوضات تعثرت أكثر من مرة تزامنا مع استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش حتى تم فض الاعتصام بالقوة في الثالث من يونيو عام 2019 موقعا خسائر في الأرواح ومشعلا قضية سياسية لا تزال تداعيتها مستمرة حتى الآن ما الذي حدث بعد فض الاعتصام في القيادة العامة في الخرطوم واعتصامات ولايات أخرى تحولت شوارع مدن البلاد إلى اعتصام مفتوح كما يتذكر السودانيين ما أدى لتدخل الاتحاد الإفريقي للتوسط بين قوى الثورة والحكومة لوقع الطرفان اتفاق في أغسطس عام 2019 بتحت مسمى الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية الوثيقة الدستورية نصت على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في فض الاعتصام الشهير وأيضا اعتصامات الولايات وهو النص الذي خول رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتعيين المحامي نبيل أديب رئيسا للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أكتوبر عام 2019 ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام لم تعلن لجنة أديب نتائج التحقيق وهو ما يثير التساؤلات الكثيرة لماذا التأخير؟ هل هناك مراوغة؟ كما يقول بعض الشارع السوداني إذن نحن نراقش هذا الموضوع مع السيد حاتم إلياس المحامي والخبير القانوني السيد حاتم هل هو إجراءات تحتاج وقت وتحتاج فحص فيديوهات وأشياء كثيرة جدا أم أنه فعلا في شبه مماطلة كما يتم التردد أو الخوف من ضياح حقوق الذين قتلوا في هذا الفض أولا شكرا جزيلا دعني أقول بأن أحداث فضل الاعتصام أو هذه اللجنة تحديدا وما حدث في ذلك الاعتصام والطريقة التي يفض بها الاعتصام هذه المسألة هي موجودة الآن كعايق كبير جدا إذا لم يوصل فيها لحل ويتم إعلان عن التحقيقات ويتم توجيه الاتهامات بشكل مباشر وتحديدا مسؤولية مسؤولية الجهات الفاعلة في ذلك الوقت والتي أدت إلى إسهاق أرواح السودانين والشباب والشابات وحتى أن هناك جرائم اختصاب وجرائم كبيرة جدا لم يتعود عليها الشعب السوداني وشاهدها عيانا في الفيديوهات وشاهدها في الوصائد كانت مبسوسة كأن المسألة كانت فاجعة كبيرة لكن دعني أقول لك إذا لم يتم التوصل إذا لم يتم التوصل وبشكل سريع جدا إلى تحديد الجناء وتحديد القتلة في أحداث فضل الاعتصام فإن الحاجة ستفضل الاعتصام وهذه التحقيقات ستظل عايق كبير جدا أمام مستقبل الاستقرار ومستقبل الاستقرار في السودان أنت محامي وخارج من الناحية القانونية من الناحية القانونية أنا من الناحية القانونية دعني أقول لك دائما المغاربة القانونية مقاربة فقيرة للواغع لكن أنا أرد لك حتى من الناحية القانونية أنا أفتكر أمام السيد نبي لديب وأمام لجنة التحقيق فضل الاعتصام هناك عدة خيارات قانونية متاحة ويعلم نبي لديب ويعلم أعضاء لجنة التحقيق في فضل الاعتصام بما فهم النائب العام بأن عملية البطء في التحقيق العدالة هي عملية ضارة جدا وهي عملية تتنافى مع المبادئ ومع فلسفة القانون المهتمة برد الحقوق والمهتمة بإنصاف الضحايا بالتالي أقول حاتف التي يطرح أستاذ نبيل أديب أين عطل مصار التحقيق أين كانت الجهة أنا لا أنا مش الجهة مش قصد الجهة نعم نعم مش قصد الجهة يعني هو عنده فيديوهات يريد تحليلها عنده أوراق ومستندات عنده شهود بيستمع إليهم الرجل أنجز جزء من هذه الأشياء أنت كمحامي بالتابع القضية القضية وقفة فين هل فعلا في جهات لا تريد أن تزودهم بالفيديوهات هو فضل أعلن أعلن نبيل أديب دعني أنت سألتني كمحامي دعني أجاب لك كمحامي فضل وكقانوني المسائل التي أطرحه أستاذنا وهو عالم وخبير وأحد رموز القانون في السودان أستاذنا نبيل أديب حول الحد الذي وصل إليه ومطالبته بوجود خبراء وهو أمر قانوني وقضايا مطلوب لتحليل تلك الفيديوهات المبثوثة حتى لو صدقنا ولو شاهدنا عيانا بيانا القاتل الذي يخضل لكن المحاكم والقضاء لا ينظر لهذه الأمور بهذه الحيثية وهذه الكيفيات وإنما لا بد من سند تقني وخبير ليحدد هوية هذا الفيديو أو هوية هذا المستند وصحته وأنه مطابق للحقيقة لكن أن يطرح الأستاذ نبيل أديب أو تطرح اللجنة أن هناك عوائق في الدعم الفني واللوجيستي وهم يعتمدون على الاتحاد الأفريقي بحسب الوسيقى الدستورية اللي هو الجهة التي يجب أن تعاون لجنة التحقيق فضل الاعتصام في أنها تقوم بتحليل هذه الفيديوهات هذا أمر غير مغبول في نظري ويعكس انغلاق الأفغ القانوني لهذه اللجنة نفسها لأن الاتحاد الأفريقي كيف دعني أقول لك كقانوني كيف انغلاق الأفغ القانوني لهذه اللجنة نفسها لأن الاتحاد الأفريقي هو منظمة إقليمية وهناك منظمة إقليمية تعمل في الإطار الإقليمي كان بإمكان هذه اللجنة أن تطالب الحكومة السودانية وأن تتجه مباشرة للأمم المتحدة وأحد الأمم المتحدة خبراء ولديهم هنا وهي القضية تفضل الاعتصام قضية من القضايا الحساسة التي تهدد الأمن والاستغرار في السودان ولا بد من كشف الجناة فورا فيها لأن التأخير من شأنه أن يثير غضب الشارع السوداني شكرا جزيلا أستاذ حاتم الياس والآن الشارع غاضب فعلا والمحامي والخبير القانوني أستاذ حاتم شكرا جزيلا لك نعود مرة أخرى بهذا الفيديو التفصيلي الشارح لكورونا مرة أخرى نسيناها لكنها لم تنسانا ظلت تذكرنا بنفسها لازال العالم يبحث عن أجوبة لأسباب انتشار فيروس كورونا الذي قتل حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم من ضمن عمليات الاستقصاء التي أشغلت مراكز الأبحاث والمنظمات الصحية وسائل الإعلام تقرير عن حادثة يعود تاريخها إلى عام 2017 يعني قبل الجائحة بثلاثة أعوام عندما بدأت فتاة في الصين تقريرا في ديسمبر عام 2017 تنشر حادثة تعرض لها باحثون في معهد وهان للفيروسات خلال عملهم في كهوف للخفافيش تظهر الصور التي أعادت نشرها صحيفة تايوان نيوز فريقا من الباحثين من معهد وهان يتعاملون مع خفافيش دون لباس واقي أو معدات واقية كالقفزات والأقنعة وكان يهدف التقرير في وقتها إلى استعراض خبرات الباحثين والمعهد في دراسة مصدر مرض سارس نشاهد أجزاء من هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والسبب في انتشار هذا الفيروس يثير الفيديو استياء ناس كثيرين من تجاهل الفريق أساسيات الوقاية عند التعامل مع حيونات قد تحمل فيروسات حيث تشرح مثلا إحدى الباحثات في الفيديو كيف دخلت أنياب خفاش عبر قفازاتها وعضت يدها فيما أضاف باحث آخر أن الخفاش قطع جزءا من أحد أطرافه معترفا بتناثر الدم منه أثناء البحث هل يمكن لهذا الفيديو وهذه الصور أن يبني عليها الأمريكيون ليأكدوا أن الصين هي التي كانت وراء كل هذا الأمر ونقش هذا الموضوع مع ضيفي من لندن الدكتور عبد الكريم قزيز المختص في علم الوبائيات والباحث المشارك في دكتور عبد الكريم أهلا بك هل ممكن هذا الفيديو يكفي لأن يؤكد أن الصينيين كانوا وراء انتشار هذا الفيروس؟ أسعد الله مساءكم هذا الفيديو يعطي دلائل وهناك فيديوهان الحقيقة الفيديو الذي عرضتموه وهو يظهر الإهمال وعدم اتباع الأسس البسيطة في الحماية من أثناء التعامل مع الحيوانات فما بالك أثناء التعامل مع الفيروسات في المخبر والفيديو الآخر هو الذي أصدره معهد وهان نفسه كرد على هذا الفيديو أظهر فيديو أنه يتبع جميع الإجراءات والفيديو يظهر باحثين يلبسون اللباس الواقي والكاميرا تصور من وراء زجاج سميك ومبالغة في الإجراءات الوقائية وكأنه يثبت أنه كان هناك إهمال سابقا والآن تدركنا هذا الأمر هذا يعطي بعض الإشارات إلى أنه قد يكون هناك نظرية التسريب المخبر قد تكون هناك دلائل عليها خاصة أن هناك تقرير أمريكي نشر في الأسبوع الماضي وهو يقول أنه ثلاثة من الباحثين في معهد وهان قد تعرضوا لمرض له أعراض تشبه الكورونا في تشيرين الثاني 2019 وكان هناك تكتم على هذه المعلومة فإذا قاطعنا الأمرين مع بعضهم قد يعطي دلالة جيدة لنظرية التسريب المخبر لكن تاريخ 2017 يعني أن تعود لاستدراك فيديو في 2017 قبل ثلاثة عوام من الجائحة هل التاريخ يعطي دلالة نفي لهذا الأمر أم إثباتها؟ لا أعتقد أنه يعطي نفي لأنه كما نعلم أن معهد وهان لدراسات الفيروسات قد بدأ بالتجارب على عائلة فيروسات كورونا منذ 2003 بعد جائحة سارس وبالتالي خلال هذه السنوات كان هناك دراسة فإذا هذا الإهمال حدث عام 2017 فهو يعطي دلائل أن هناك تراكمات من عدم الالتزام بالقواعد المخبرية والتي قد تكون أدت إلى انتقال الفيروس إلى الإنسان إذا تسمح لي أشرح ثلاث نظريات حول مبدأ الفيروس بشكل بسيط لأنه فيه كثير شائعات عم تتناقل الآن هناك ثلاث نظريات حول أصل هذا الفيروس النظرية الأولى التطور الطبيعي يعني الفيروس لحاله نشأ بالطبيعة وانتقل إلى الناس إلى الإنسان عبر السوق الحيواناتي الموجود في يوهان وهي نظرية سائدة لحد الآن النظرية الثانية هي نظرية تسريب المخبري وهناك شقين الشق الأول يتعلق بانتقال الفيروس من الخفاش إلى المخبريين نتيجة عدم التزامهم بقواعد السلامة وهذه الفيديوهات تثبت نوعا ما هذا الأمر والشق الثاني ضمن نظرية تسريب المخبري هو يتعلق بالهندسة الجينية أنه كان المخبر يحاول تغيير أو إحداث تغييرات جينية على فيروس كورونا لدراسته ولكن حدث تسريب غير مقصود أدى إلى إصابة العاملين والتقرير الأمريكي يسبب ذلك أنه كانوا ثلاثة مصابين ونظرية الثالثة هي نظرية المؤامرة أنه يصنع تصنيعا وهي نظرية بصراحة مرفوضة نظريا علميا لعدم قدرة الإنسان على ذلك طيب هل لو افترضنا نوضح للمشاهد أنه خفاش عض أو أصاب بيد أحد الأشخاص ممكن يكون سبب في نقل فيروس كورونا أو غيره من الفيروسات مثلا لأنها ليست الحادثة الأولى أكيد أكيد ناس كتير تعرضوا لمثل هذا الشيء ولم يحدث شيء صحيح ولكن هذه العائلة من الفيروسات تنتمي للقسم من الفيروسات الذي يصيب كل من الحيوان والإنسان وهناك بعض السلالات التي تصيب الحيوان فقط دون أن تصيبه للإنسان ولكن التعرض الزائد غير المحمي بين الحيوان والإنسان في ظروف معينة قد يؤدي إلى حدوث طفرات تؤدي إلى إنتاج سلالات تصيب الإنسان ونعتقد أن هذا ما حدث هنا فبالتالي ليس كل تواصل مع الحيوان قد يؤدي إلى ذلك ولكن التواصل الزائد نتحدث عن أكثر من 17 سنة من 2003 إلى 2019 هناك تواصل زائد غير محمي عرفت أصل الفيروس يفيد في علاجه وكيف انتقل؟ هو لا يفيد في علاجه ولكن يفيد في الحماية من جائحات مقبلة لا نريد أبدا أن تتعرض البشرية لجائحات كل كم سنة لأن في مخبر يجري دراسات وهو لا يلتزل بالقواعد الأساسية أشكرك دكتور عبد الكريم خزيزة المختص في علم الوبائيات كان معي من لندن دكتور عبد الكريم شكرا جزيلا لك وصلنا إلى ختام هذه الساعة الحقيقة سنترككم في استراحة قصيرة بعدها سنعود لمناقشة وعنوان رئيسي طوال هذه الساعة وهي إيران من عدة زوايا كلها تأتي في إطار الداخل الإيراني إذا كان هناك فعلا تصدع أو سرعات ما بين جماعات في الداخل الإيراني سياسية طبعا وأن فعلا الأرض موهدة لإبراهيم رئيسي كمرشح يضمن أن يصل إلى سدة الحكم أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا لمن هو مكتم بمتابعة هذا النقر ترجمة نانسي قنقر